فيتوريا جي مصر و هيعد و يتكلم و هيبقى فيه شوية تفاصيل بس النهاردة جامل لكم أبرز البنود اللي في عقد روي فيتوريا مع اتحاد الكرة المصري العقد اللي وقعه لتدريب منتخب مصر الأول تعالوا نشوف تفاصيل هذا التعاقد مع روي فيتوريا يلا بينا العقدة مدتة 4 سنوات وينتهى فيه 2026 يحصل المدرب البرتغالي على 200 ألف دولار شهريا ويتحمل رواتب معاوني الأجانب الأربعة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا مدتة 3 شهور 600 ألف دولار أنا شايف الرقم ده أولا جدا يتحملها الطرف الذي يرغب فيه نهاء العقد في حالة عدم وده بند تاني وفي حالة عدم الفوز بقوم أفريقيا المقبلة لأن يتم المساس بفيتوريا ولكن في حالة عدم التأهل لكأس العالم سيتم فسخ العقد تلقائي حل حدوث أي نزاع بين الطرفين تختص المحكمة الرياضية الدولية وحدها فقط بالنظر في هذا النزاع إذا ارتكب فيتوريا أي سلوك يخالف لوائح الفيفا أو أقود الشركة الرعية للاتحاد يتحمل فيتوريا أي غرامات موقعة لي لهذه الأسباب ويلتزم فيتوريا بعدم إجراء أي مقابلات تلفزيونية إلى بعد الحصول على موافقة كتابية من اتحاد الكرة طيب ده فيما يخص التعاقود مع فيتوريا طيب فيتوريا بقى لما جيه مصر لما فيتوريا جيه مصر تمام بدأ مهمته إزاي مع المنتخب إيه اللي فكر فيه تعالوا نشوف روي فيتوريا وصل إلى القاهرة فجر الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام المدرب البرتغالي تفقد مع الجهاز المعاون له في منتخب مصر مبنى اتحاد الكرة المصري حيث تعد هذه الزيارة الأولى له منذ توليه المهمة رسميا وبعدها عقد الجلسة مع مجلس إدارة الاتحاد في حضور حز إمام ومحمد بركات ودين الرفاعي أعضاء المجلس حضر فيتوريا وجهاز المعاون المباراة الآية ليوفركم في الدوري من أجل متابعة اللاعبين على أن يضع جدول بحضوره والجهاز المعاون لباقي المباراة الدوري المتوقية من المسابقة طلب روي فيتوريا فور وصوله تحديد موعد مع كل مدربة عندية الدولة لعقد اجتماعات معهم في الفترة الحلال الحديث حول بعض اللاعبين الذين يريد ضمهم إلى صفوف المنتخب وإحنا لكم الكلام ده في رقم عشر هنا من أول يوم المدرب البرتغالي طلب أيضا جدول مباراة مسابقة القسم الثاني بجانب كافة التقارير خاصة باللعبين المصريين المحترفين في أوروبا سواء الكبار أو الشباب المعروفين أو اللي مش معروفين قبلك في فيتوريا اتحاد الكرة رفضوا مواجهة منتخبية بالجيكا وإيطاليا دي نقطة مهمة جدا منتخبية بالجيكا وإيطاليا في سبتاب المقبل بعد تأجيل مباراة ملاوي بتصفيات كأس الأمم وطالب اللعب مع منتخبات متوسط المستوى سواء عربية أو أفريقيا الراجل مش عايز أول مبارتين ليه يكون بيلعب مع بالجيكا وإيطاليا تقل يعني تقل كبير انت بتتكلم منتخبات ما بتهزرش فالقضى الله في نتائج سلبية نتائج كبيرة الناس هتقفل منه بدري بدري وهو أصلا لسه عايز شوف اللعيبة عايز شوف المنتخب عايز يفهم التفاصيل عايز يحط أفكاره كل ده مش يحصل قدام بالجيكا وإيطاليا بصراحة أنا معاه أنا حب ألعب مع بالجيكا وإيطاليا بس في ظروف طبيعية الظروف اللي فيها دي مش طبيعية خالص مش طبيعية خالص في أي لقطة احنا شوفت اللي حصل فينا في كوريا الجنوبية في ظروف مش طبيعية ببالك إنت بقى لما تلعب مع بالجيكا وإيطاليا فنصبر يعني ما حدش بس يروح من تلك الراجل يقول لك ده خايف ده مراقب يخاف يخاف لحد ما يحط إيده على المنتخب ويفهم تفاصيله ويفهم اللاعبين ده ريس ما عرفش اللاعبين أصلا عشان يحط تشكيله قدام إيطاليا ولا بلجيكا موضوع صعب جدا صعب هو طلب البرتوالي من اتحاد الكرة ضم معد نفسي أجنبي للجهاز الفني المنتخب مصر وهو ما وافق عليه للاتحاد لكنه مش طرط عليه تحمل راتبه وسيكون عمل المعد النفسي خلال معسكرات المنتخب فقط برضو إحنا مستهلين يعني برضو إحنا مستهلين عايز معد نفسي حتى لو لمصلحتنا بس يعني مش هندفع عارف أنت اللي هو العايز هات بس إحنا ما ندفعش لمعد نفسي لأنه حاجة مهمة جدا بس يعني نعتبرها شطرة من اتحاد الكرة ما يحملوش علينا حلو لو هو راجل قبل بس المعد النفسي ده حاجة ضرورية جدا يعني لو راجل كان صمم وقال لك لأ مش عايزة حطه في العقد بتاعي كنا لازم نييبه برضو السلام خلصت خلاص تخلص حبايب يعني سلم فيتوريا لاتحاد الكرة المعايير التي وضعها من أجل ضم عضو مصر بالجهاز المعاون لا وهي المعايير مدرب يمتلك خبرات إفريقية تولى الإدارة الفنية الأندية ومنتخبات كبيرة سبق له العمل مع مدربين أجانب وحقق نجاحات معهم تركزوا في الاتحاد الكرة المعايير دول عشان هقولكو حاجة مهمة بعدها استقر فيتوريا وتحاد الكرة بعد وضع معايير اختيار المدرب المصر في جهازه الفني على أن يكون المدرب واحد من بين الرباعي محمد يوسف ومحمد شاوء وسايد معاود دول خميسي بقى كده محمد يوسف ومحمد شاوء وسايد معاود وعاد المصطفى وحط عليهم كمان الكابتن علاء ميهوب على أن يعقد جلسة منفردة مع كل مدرب والبداية مع محمد يوسف وإذا لم يتم اختياره سيكون بديله محمد شاوك هناك تمن لعبين خطفوا أنظار فيتوريا في الفترة الماضية هم حسام عبد المجيد وسايد نمار وإمام عشون من الزمالك وحسام حسن من الاهلي ولعبي منتقب الشباب يوسف حسن وإحمد نادر حواش ورافة خليل وصلاح باشا دول اللعبين طيب بص بقى قصة الجهاز المعاون أو المدرب المصري في الجهاز المعاون لفتوريا هو راجل عايز واحد عنده خبرات أفريقية واحد ضرب فرق كبيرة واحد اشتغل مع فرق كبيرة حق بطلات وإنجازات فكل المعايير دي تقريبا لا تنطبق إلا على الكابتن محمد يوسف من الأسماء المرشحة تقريبا يعني كابتن محمد يوسف شكرا كابتن محمد يوسف هو أقرب المرشحين وأنا شايفني كابتن محمد يوسف هيبقى اختيار جيد جدا ورائع جدا ولكن أنا برضو كنت حابب فكرة إنه ما نكمل مع محمد شوق راجل اشتغل مش بصبرت محمد شوق يا اسم